هذا وتكفل مملكة البحرين حماية الطفولة والأمومة من خلال مجموعة من الحقوق والمشاريع التي شهدت تطورا بارزا لخلق بيئة مناسبة تحمي وترعى الطفل حيث خطت المملكة خطوات رائدة في هذا المجال عبر عدد من المبادرات والإجراءات التي أيدت على المستويين الإقليمي والدولي انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية للطفولة سنت مملكة البحرين العديد من القوانين الكافلة لحقوق الطفل من خلال إصدار تشريعات منظمة لضمان حقوق الأطفال دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو الإعاقة أو اللغة أو الدين أو العقيدة مع مراعاة ما نصت عليه القوانين النافذة الأخرى من أحكام ومزايا خاصة بالطفل البحريني وأطلقت المملكة عدة مشاريع من أبرزها تشكيل محكمة الأحداث التي تم فيها مراعاة خصوصية الطفل وإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية للطفولة ومركز حماية الطفل كما تم اعتماد الخط الساخن 998 لنجدة ومساندة الأطفال وإنشاء بيت باتلك لرعاية الطفولة إضافة إلى افتتاح العديد من الأندية ومكاتب الإرشاد الأسري في جميع محافظات المملكة مملكة البحرين تقود في هذا الطريق بما يتنسب مع الكرامة الإنسانية وتؤكد بقوانينها أهمية ضمان تمتع الطفل بكافة حقوقه لخلق حياة نوعية تتوافق مع أرقى المعايير الحقوقية العالمية من الناحية الصحية والتعليمية والاجتماعية والنفسية في مجتمع يسوده الأمن والأمان والاستقرار والعدالة وقيم المواطنة الصالحة شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر